تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الفضي لذكرى مرور 25 عاما لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا مقاليد الحكم افتتح معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء محطة رفاع لمعاوضة القدرة التفاعلية وبهذه المناسبة التي حضرها عدد من اصحاب السعادة الوزراء وسموم محافظة محافظة الجنوبية اكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله ان مشاريع تشغيل محطات معاوضات القدرة التفاعلية تعكس حرصة مملكة البحرين على تأمين استقرار الشبكة الكهربائية لضمان توافر هذه الخدمة الحيوية بشكل مستمر وموثوق ومستدام لكافة المشتركين على نحو يتماشى واهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء واوضح معالي ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتطوير وتحديث البنية التحتية للشبكة الكهربائية والتي تأتي من بينها مشاريع تشغيل محطات معاوضات القدرة التفاعلية الأولى من نوعها على مستوى المملكة وذلك لزيادة القدرة الانتاجية وضمان تعزيز الشبكة بالمقومات التي ترفع من كفاءتها وأدائها على المدى الطويل عبر الاعتماد على أنظمة تكنولوجية متطورة لإدارتها والتحكم بها وبعد أن استمع معالي إلى شرح من سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء حول المشروع ومكوناته تفضل معالي بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لمحطة الرفاع لمعاوضة التفاعلية الفعالة إذانا بالتشغيل وعرب معالي عن شكره لسعادة رئيس هيئة الكهرباء والماء وكافة منتسبية الهيئة من الكوادر الوطنية المؤهلة على ما يبدلونه من جهود مقدرة في سبيل الارتقاء بالخدمات الحكومية في قطاع الكهرباء والماء منوها في الوقت ذاته بالمشاريع النوعية التي تنفذها الهيئة والتي تواكب المتطلبات التنموية والنمو الإيجابي للاقتصاد الوطني والاحتياجات الحالية والمستقبلية من جانبه عرب رئيس وهيئة الكهرباء والماء عن جزيل الشكر وبالغ الامتنان إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لتفضله بافتتاح محطة الرفاع لمعاوضة القدرة التفاعلية وأشر سعادته إلى أن إنشاء هذه المحطة يأتي ضمن الخطة الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير وتحديث شبكات نقل الكهرباء ضمن رؤية متكاملة لتنفيذ مشروع محطات في مناطق الرفاع والمنامة والحد ووفقا لخطة هيئة الكهرباء والماء فإنه من المقرر أن يشهد العام الجاري تتشين محطتي الحد والمنامة ضمن المشروع وتتشين محطات أخرى اشتركوا في القناة